السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اليوم معايا وصفة اليوم بسطلة بتجاج ونلوس كتجية رائعة صراحة وبنينة البسطلة ديال زمان كيف معتادين ما فيت مشيشي حاجة جديدة القديمة الاصلية هي اللي صوبت كانتمنت ان الاعجابكم هدا وشكل ديالها صراحة نجاتني بنينة لان اول مرة كنديرها موينة من صغيرة حيث انا جوجت الناس والذي صغر ما كي اكلوه نبدأ بالمقاطير هنا درت 400 جرام ديال اللوز عندي واحد ججنت وسطة 400 جرام ديال اللوز لقتها اللوز درته في الصباح صراحة وشت في الصباح باش خليت تلعش هي عاد صوبت وفسخته وقليته في الزيت حمرته من بعد ما صلقت اللوز خليته بعدها خصلته مزيان انو شفته بقى 1-4 سوية حمسة سوية تقليته هادي هي الججة اللي كتشوفو صراحة انا لمعارشة العبار لها لاني مشينا لجريتها مهم ديال هاد البسطرة اللي درت لربعات الاشخاص من بعد غادي نغسلها باقي ما غسلتهش من بعد ما غسلته بالملحة والحامض دقيق حتى هو الدقيق كانت قلت وليا واحد طيابة كانت كالطيب الفضار نان مناسبة كتغسله بالدقيق من بعد ما قررت التجاج درت معلقة صغيرة ديال الملح نسم معلقة صغيرة ديال البزار مع مرش نسم معلقة ديال خرقوم أو الكوركم نسم معلقة عامة ديال سكينجبير سكينجبير واخد ديال معلقة صغيرة ودرت دامو ديال الزافران صراحة مش هي تكون فضل بسطلة اللي كليتس معلقة صغيرة ديال السمن وبصلة واحدة اللي غادي الطيب من بعد غادي نزيد البصلة من هي طيب التجاج ومشلدة وقبطة ديال القزبر مادنوس وشدروس ديال التومة هادي هي التوابل اللي غن ديرو في فجاج اللي غن طيبو بيال بسطلة انا صغبت الدجاج واللو صغبته الصباح الدجاج خليته فيها هاد اللي قامة واحتال ذاك الاشياء عدها طيبته تشربته اللي قامة خاليت نصف كاس ما بين زيت العود وزيت المائدة وغادي نضيفه واحد تقريبا كاس الماء وغادي نشعل عليه وغادي نخلي طيب في طنجرة من بعد ما طاب حيته وصفيته هاد شي اللي بقى غادي نضيف عليه واحد جوج بصلات هادي بشوي ديالي اه ضغميرا هنخلي حتيت شحر حتي ما يبقاش فيه حس اه الماء تشوفه معي في الاخر الدجاج صفيته يتسقطر وغادي ننقي بطبيعة الحال غادي ناخد غير اللحم كيف قلت البصلة ديالت ربعات الناس مني صوبتها ديالت ربعات الناس هنتو ما كاتشوفو غا نخليه ويتشحر مزيان حتي ما يبقاش فيه النقطة ديال الماء كيف كنقولو نصف معلقة ديال القرفة وغادي نضيفوه اه نصف كاس ديال السكار سادينا نصف كاس اه باش ما تجيش حلوه وغادي نخلطوه مزيان وغا نخليه حتي تشحر مزيان كيف كتشوفو ده باقي فيه الماء او الزيت هنخليه حتي تعلق صراحة ديك ريحة القرفات هي قرفة جديدة صراحة انا ما عنديش قرفة عواد بدك شي علاش درت القرفة هادي قرفة عواد قرفة قرفة غادي ندير غير جوج بيضات ما غاديش ندير البيض بالزاف يعني ممكن هنديرو ثلاثة البيضات انا غادي ندير غير جوج بيضات فقط غادي ندير اللولم بعد ما نطربها وغادي نجهت شوية في البوطة ما غا نخليه مهيلة باش مت قروفة وبهذا قنات بيضة قنات باقي انا بجادي نجهت البوطة ونحرك هادي هاد هي البنة اللي كتعطي البصلة صراحة لما درش هاد لصوص هادي ما كتجيش زوينا البصلة غير بالجاج وباللوس ضروري هاد التعليكة هادي تاع البصلة هادي البيضة الثانية تهي وغتبقى حتى تشرب حتى يبقى حتى تبقى تايا على النقطة وديما غنبقى نحرك نحرك حتى حتى تنشف هانتون ما كيف كان تشوفوا ما بغيتش نقطع الفيديو او ما بغيتش نطول عليكم ولكن بغيتكم شوفوا غير هاد اللحظة هادي شوفوا اللون ديال هاكي ولا شوفوا ما بقاش حس الزيت ولا حس الماء سراحتان الديدة تقصها الديدة هادي رات تاكلوها بلاوالو غادي هاد هاد لصوص اللي درت غادي نصفيها من الزيت ما كنخليوش فيها الزيت كتصفة وهذاك الزيت بطبيعة الحال ما غديش نلوحو اولا نضيعو غادي نوريكم من بعدها شنو درت بيه اني كيتصفة مدك الزيت آآ بحالة كي كيتجمد هذي كيالتعليكة ديال البصلة ديال الدجاج كلي ما كيدراش بالبيض لكن انا تشهيتها بهالطريقة هادي القديمة صارحاتا تشهيتها بالبيض كتجيب نينة من بعد غادي تشوفوا الشكل ديالها في الاخر كيفاشا اولات كتنشف تماما وديالي كتعطي اللدة او الماداق اللي بسطيلة من بعد غادي نشد اللوز باقي ما قليتوش كيف كتشوفوا من بعد ما غادي نقليه هادي نخليه يتسقطر من الزيت هذا غادي نطحنه هذا هو الشكل ديال اللوز هادي لصوص ديالنا هادي الزيت اللي تسقطر منه وهذا وجج اللي قطعت صدر اه والفخض وخديت الحيمات ونقيتهم ده با غادي نطحن اللوز مع الساني ده واحد جوج حبيتها على المسكة الحرة اه سكار على حسب الحلاوة ديالكل واحد يعني في 400 قرام انا ندر تقريبا كاس ساني ده صغير هادي نطحنه اول مرة باش ما بغيتش نطور عليكم الفيديو من بعد غادي نطحن بشوية بشوية حتي تعلق ساني ده مع ذاك اللوز ما يطحنش مزيان خليش شوية مهروش هادك الزيت اللي بقى ديال الضغميرة اللي بقات غادي نخلط بيها هادك اللوز حيتي لما خلطوش غايبق هادك اللوز يتفرتت وغايتشتت لكم في في التبصيل فهذاك شي علاش كننا اخد هادك الزيت او المارقة ديال الدجاج اللي بقى وديال البصلة ديال سقطرنا ديال الدغميرة اللي غنديرو خلط بيها هاد اللوز هادا هاد جيبنينا صراحة هنضيف شوية ديال القرفة اللي ما كيبرش القرفة بطبيل حل ما يديرهاش حيتي لا درنا غير اللوز هكاك بوحده بلا ما اضفنا عليه كيتشتت انا ضفت واحد شوية ديال المارقة كيف قولت م친ودة نجد Trump يعمل صافيدة بسالنا خدينا الطاوا ديالنه هدي الورقه قد اقضيتها اه هيت نوريكم شوية ديالها اكيد غتكون حتى في المغرب كتكون في عشرة ديال الورقات صراحة انا كتعجبني هاد الورقة بزافش حال موحد ما كيبغيهاش انا كتعجبني كتجي مقرم شم يعني مقرم لام زيان ما كتجيش معجنة كيف كتشوفو الطاوة اه صغيرة هاد البصلة ديال ربعات الناس هادي نفرش اربعات الورقات النص كنديرو الداخل والنص كنديرو برا او لا تنشوف ثلاثة الورقات وورقة غادي نديرها الوسط هاديك اضفت عليها شوية ديال الزبدة وهي اللي عندها نبيع والورقة ضرتها الوسط تم بافين غادي ندير اه اه اذا بدجاج هو اللي اول غادي نصبقو صراحتان انا كيب كنت لكم نبسط لها جاتني رائعة والورقة زوينة يعني بنينة زيان ما ما نشكرش لكم اه بنينة بزاف الفرشة اللي اولا درت اه 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 انا اللوز وانا نديرها وصفتها لها شفتو كيفاش هادك هادك اللي قامت اعدجاج والبيض كيفاش ولا نشوف هادا ووسر ديال بسطيلة اه ديال زمان كيف كنك نديرو بكري كنوزع كلها ومالفوق كنديرو اللوز سوفين بعد ما كنوزع كلها في الطاوة كندير اه اللوز شفتو حتى اللوز راها مشي كيت شتت عندما شفتو غيبا لكم حتى اللون ديالو تغير من بنضفنا ديك المعلقة ديال معلقة كبيرة لا لوش الكبيرة مشي غير معلقة صغيرة ديال دك اللي قام اللي بقات ما عاديش ندير كله اللوز حيث اصلا اللوز هادا اللي درتو في الباكية فيها خمسمائة جرام هذي كتجاجة اللي درت انا على قد ربعمية جرام ديال اللوز ربعمية كافية نبا غادي انطوي وهدك الورقة ديال البسطيلة وغادي انطهن بدك الزبدة ديك المارقة ديال اللي خلينا بش تلسق مزيان كيف شو انا درت غير ربعات الورقات لتحت فقط ما ما عاديش تجيني الورقة بزيف ثلاثة في الجنب وحددة في الوسط اللي خافة تتحلي بطبيعة حالي دير البيض مشكلة الصق مزيان الآخر وغادي ندير الفوق البيض ومن نسبة الفران انا طيبت على 180 درجة خليتها من بعد ما طابت من الفوق كنقلبها ما كان خلاش طيب من الفوق والتحت وخاك طيب من الفوق والتحت كتبقى لتحت ديمن خضرة كنقلبها غادي ندير الورقة من الجنب نصو الورقة من الجنب وغادي نضيف جوج من الفوق بشتبالي البسطيلة مقادة وغادي نخشي بحالك نلمط انا اتشي تعلم توقي ما عند موين الله يرحمها كيف قلت لكم من الطيب البسطيلة من الفوق ونقلبها ونحاول ديك اللاطة اللي بقيت فيها الزيت نغسلها باش مات الورقة لتحت الطيب ما توليش لكم زيتها باش يتقرم لكم من الفوق والتحت نقوم باش يتقرم لكم زيت حيث اكيد منك طيب كي تلق هاداك زيت بزاف ملتحت أنا غصلتها عاد قلبتها سوف نضيف الورقة الخرم سوف نضيف البيض 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 ونضيف البيض سوف نضيف البيض نضيف البيض هذه المضيف ليا خصوصا من تما كيف حليت وهذه نضيف حتى شوية لصفر البيضة هوية باش ما تحلش ليا الورقة نهائيا حتى اللخرها داد نضيف صفر البيض عفوا هادي هي المرحلة الآخرة ضروري ما نقلبه البصطلة من الطيب هذا هو الشكل دي البصطلة نقلبه البصطلة من الطيب كانت مني هاد البسطلاتنا لإعجابكم والطريقة نكون وصلت لكم الطريقة الصحيحة مبعدت نطول الفيديو اكثر من هكا هذا البيض نرتو من جناب باش ما تحلش ليا واندرتو احتمل لتحت باش يلصق مزيان وده بغن ديروها في الفران كيف كتشوفو ها هي في الفران ومن بعد نشوفو الشكل نهائي هذا هو الشكل نهائي دي البسطلة دينا من بعد ما زوقتها وقلبتها في طبيعة الحال درت لها من جنب العسل ودرت حمر ذاك اللوز ايفيلي وده كل اللوز اللي بقالية درت بها بروات صغير ورين قليتهم احتهما ودرت عليها سكر غلاسي وكنتمنى هاد البسطلة تنال إعجابكم وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر